انا اسمي اسمي محمود اخت المعتقل احمد محمود هو معتقل من 25 اربعة يعني حوالي كده 250 يوم هو كان نازم من البيت لقى صاحبه قدام بقى مرة نسبة عشرها بدربوه فروح ان هو يحوش عنه فلقى رحكايا مساكوه اخدوه وادوه في الاسم من اللي جنبنا واتصلوا وقالوا اللي هم قبضوا على كنم الاخوين وجا كوات خاصة وكاد اخدوه من تحت البيت وادوه اسم من البصل طبعا لفا اقوله وطهم كسرة جدا هو اصلا ممسك من قدام البيت حطوله لهو نزول مظاهرات وتنميل البلطدية وحاجات كسيرة جدا احمد دواسي اعتقل يوم الجمعة كان امتحانته يوم الحد هو طبعا ضيع على الامتحانات مخلوش امتحان غير اخر مادتين نبس وامتحانهم وكمان سقطوا فيه وبعد كده خلوه امتحان المرحق خلوه امتحان المرحق بالعافية وهو دواسي كان معتقل في كم الدكة فكان واقف عليهم مرائب مسيحي دخل قال لهم انتوا السياسي والاجنائي احمد طبعا رد عليه قال له انا السياسي قال له طب انتوا ماركوش امتحان واخد منه الورقة طبعا ماما روحت المدرسة اللي هو كانت تبع الادارة هو اصلا بيمتحن ادارة مع ادارة غير الادارة اللي هو كان فيها قالوا له قالوا الماما طبعا ماما عادت تكلمهم وكده انما فيش محاولة تانية جكاة الملاحق قالوا لها ما ينفعش وماما قتلهم يعني حرام ما يكون الاعتقال وكمان يتضيعوا وسلم انه عمر وكده طبعا بحاملات كثيرة جدا وماما بتستعطف الناس اللي في المدرسة خلوه امتحانه تاني والحمد لله نجح في الامتحامة السنة اولى وعدم انه غير طبعا صاحبه اللي كان ممسوك معي كان في ثلثة سنة واعام ضيعوا السنة وخلوه يعيد السنة من تاني طبعا سقطوه في المواد اللي هو كان عليه حطهوله في ملاحق والملاحق برضو سقطوهم فيها رغم ان هو اصلا كان بيقول اللي هو حل كويس جدا في الامتحان بس رغم البردو اللي هما سقطوه بس الحمد لله نحما عدا في سنة اولى ودخل سنة اولى الحمد لله طبعا ماما روحت تعمل ابراء بتاع الامتحان طبعا هو اصلا ماردوش يعمله ابراء ولا اي حاجة قالوا لازم نختر المدرية والمدرية طبعا يعضي عليه الامتحان شبه سنقول له وعي خلوه يمتحن في الملاحق طبعا شو ما بيعمله طبعا بالنسبة احمد وقاسي في المؤسطة العقبية بالقاهرة احنا طبعا هو اول اصلا ما بيروح لازم طبعا ياخد تشريف الستجن والتجدير اللي بيحصل لهم طبعا ماما اول ما رحط له اول يوم لقيت طبعا ليه اصرار التعذيب بيناع واضحة جدا يعني تجمعت هي والاهل المعتقلين برضو معيها وقالوا اللي هما يقدموا طلب للمسؤول عن المؤسطة العقبية طبعا تلعولوا بمحاولة شديدة جدا هما يتلعولوا ويتكلموا معي طبعا رفض ان هو يعمل محاوضة اي حاجة وقال لهم ان الموضوع ده عايزي في اي سجون مصر الاستياسيين ان هما عايزي مفووض يتدربوا مفووض يقدروا وكل الحاجات بتحصل لهم طبعا احمد ودوا الاستقبال اول ما راح هناك بالنسبة للمذاكرة بتاعته هو ما بيعرفش يذاكر خالص وان هو مصمح لو يذاكر من الساعة 11 بليل ل 11 ونص اللي هو عايلم فيها كل المنهج يعني من 11 الى 11 ونص ساعة وكمان هما مستمحل لهم كده يعني تبع كونام تاعت السجن اللي عندهم هو بيروح يستأذن المسؤول اللي هو بيقى مسؤول علي جنائي طبعا يستأذنه اللي هو يأكل او يشرب او يذاكر او يصلي بمزاج الجنائي اللي هو موجود عليهم وغير كده اللي هو بيروح يستأذنهم اللي هو المسؤول عن المؤسسة بيطلب منهم لما يطلعون من العنبر اللي هو يستأذنهم طبعا بيردا بصعوبة جدا جدا ونحما بيحاول يعني 11 ونص يدخل يقول له خلاص كده ما فيش مذاكرة بالرغم ان هما بيقعزين طول النهار ما بيعملوش حاجة بيقعزين هناك ما بيعملوش اي حاجة طبعا نحما ممنوع عنه الضحك اللي بيضحك بيبتسم في وش حده هو قاعد في العنبر بيروح تأذيب الواحده طبعا هما هناك يعني بيرسمونا وش بيضحك وعملين عليه اكس انه هو ممنوع اصلا انك عندهم الضحك خالص طبعا هما هناك طبعا كل يوم فيه تعذيب وطبعا هما الصبح اول حاجة بصحوم الساعة خمسة الصبح اللي هما يفتروا والفطر بيبقى جبالي اللي هما لازم يأكلوا طبعا احما بيحاولوا اللي هما يأكلوا عشان ما يدخلوش تأذيب او اللي مش بيأكل قدامهم بيدخلوا تأذيب برضو والغدا بيقع ساعة واحدة الدهر ويخلوهم يناموا ويصحهم طبعا من الفجر وممنوع ان حد ينام تاني يشحم الفجر يفضل قاعد يعني قبل الفجر بشوية كده ينامهم من الساعة خمسة وطبعا يعني النوم الطبيعي اي حد بينام شبا ما هو عايز براح طبعا هما عندهم هناك يناموا من الساعة خمسة المغرب يتعاشوا يناموا على طول ويصحهم من تاني يوم الساعة اربعة او خمسة طبعا احمد كلما ياخد خمسة اربعين يوم يصفروا المقصة العقبية بالقاهرة وغير كده احمد اصلا ما كان قاعد في المدارية كان مش بتعرض للشمس خالص كان ما بتلعوش كان قاعد واحد وعشرين يوم في المدارية بعد ما ااخد اخر خمسة واربعين دولار طبعا هو كان طلع تعبين جدا عشان هو كان مش بتعرض للشمس طبعا هما كانوا هناك مش بسمع ولا وقت ازين ولا اي حاجة كان عندهم طبعا زيارة مرة في الاسبوع كان يعني مجرد مجرد توديول الاكل وممنوع انهم اي اكل او اي حاجة طول الاسبوع فهو دو اسل ما بيروح المدارية طبعا كان برضو بما ما تقوله حاولت الذكر فرصة هو المدارية سايبينهم مجرد اللي هو حاجزي عايزي طبعا هو كان مش بيع في ذكر يعني العدد كان كبير جدا معاه وان غير اللي هما كان معاه اطفال كتير جدا عندهم حتاشر سنة وعندهم اتناشر سنة وناس كبار وطبعا هما بيطفوا النور في المدارية احمد طبعا كبيرله مش بيع في ذكر خالص حتى هنا في كوم الدكة لما كان قاعد هو اصلا قاعد في ميناء البصل وبعد كده ودو كرموز وبعد كده ودو المدارية وبعد كده ودو كوم الدكة وكل 15 او 45 يودو المؤسسة العقبية بعد كده بعد ما كان بيروح يكم الدكة كان ممنوع هناك عندهم المصاحف اللي هي تدخل وممنوع السباحات وممنوع المذاكرة وممنوع كل حاجة غير طبعا المحضر اللي هي بعمله لهم من يعتبر غير المحضر اللي هو داخل بيها والقضايا كان هناك فكان لديهم ممنوع المذاكرة ممنوع لهم يدخلو لهم كتب وممنوع لهم يدخلو لهم السباحات طبعا كانت كانت انها ممنوع حتى السباح اللي هي سباح بيه خلص م جرد كارض الخيار لريح اله but كان مدو أيدي مالي وقال لي ارمي السباحة لف ايدك انتم مش لقين غير تسباحوا هنا وتستعبدوا هنا قلتوا مجرد سباحة مفيش حاجة قال لي ممنوع هنا طبعا في كومة الدكة طبعا كل يوم بيدخلوا لازم يعملوا تمرينات غريبة جدا ويخلوهم يعملوا والتجذير طبعا طاحهم كل يوم اللي بيرفض يعمل كده بتعملوا قضية يعني اللي بيرفض لو يعمل كده اي واحد عنده كرامة انسان طبيعي عنده كرامة يرفض لهم بيعملوا اللي هم بيعملوا هزجه طبعا احمد هو معمل له قضية كتيرة جدا من جوه من غير اي سبب كده هو مثلا مرة يعني جنائي كان دخل هو احمد الحمام جنائي مسك كتاب بتاعه وعادي يفر كل الورق منه وقطعه ورماه في الارض احمد طبعا تلها قال له انتا اللي بتعمله ده قال له يلا بينا ننزل على اللي هو مسك المؤسسة اللي هي كومة الدكة مجرد اللي هو نظر رح جاي عملوا له قضية تانية قال له انتازم تعملك قضية تانية قال له انا جاي باشتكي حق يعني لما عمتش اي حاجة انا طلعت لقيتهم قطع الكتاب بتاعي عملوا طبعا قضية من جوه غير قضية اللي هما اربعة ستة اللي هي عملها لهم جوه طبعا دخلوا يوم اربعة ستة هتدعى لهم بالضرب وصفروهم طبعا احمد دومي اللي كان جايبها لنا من بعد ما السفر العقبية كان كلها مليانة دم وكلها مليانة جزم مطرح اللي هما بيرفسوهم برجليهم او بيدوس عليهم بالجزم وغير كده هما عملهم قضية من جوه ان الاهالي بيتمويلهم بخرطوش وطميلهم بسليح وكل ده كتاب لهم قضية جوه طبعا هما بيقولونا انا ما دخلت الزيارة مرة منعين السبحة ازاي هما منعين السبحة وخلوا الاهالي اللي هما يدخلوا خرطوش او يدخلوا مثلا سليح هما طبعا ازاي يدخلوا السليح او الخرطوش ده بالرغم ان هما يعني حتى هما دخلوا سليح او خرطوش ده بيقى تأثير منهم هما مش مننا طبعا ان شاء الله يعني ما هو بتجرة في امتحانات احمد اهي وان شاء الله يمتحن طبعا احمد كلهم يروح له في تجديد او في زيارة طبعا بيقى ساوت جدا الحمدلله وهو مغلطش في حاجة وكان بيدفع عن بلده ورغم ان هما مساكوه مش سرع بس هو طبعا عنده فاكر ان هو كان بيدفع عن بلده وفاش اي حاجة طبعا لما لقى بلده دخله في خطر وقرر اللي هو يدفع عنها كان حق اللي هو يدفع عنها ان هو دوقس يجوا معتقل بقاله وسنم ضياع سنم من عمره طبعا احمد سابت جدا الحمدلله وبيصبرنا كل ما بروح له في الزيارة بان هو سابت وان شاء الله معاك لها يكمل بإذن الله وان شاء الله سابتين معي انا ايات محمود اخت المعتقل احمد محمود معتقل بقاله امتين وخمسين يوم يعني حوالي اكتر من ثمن شهور اعتقل هو في قولة سنوي قبل امتحاناته باسبوع اعتقل يتخطف من قدام البيت كان نازل رايح درسه رايح درسه درقة شهوه في ثانية سنوي طبعا امتحانته طبعا ما قدهاش مادرش يمتحنوه بسبب اللي هو معتقل سياسي كان واقف عليه في الامتحانات بتاعته اسمنا واحد مسيحي مقرب مسيحي قال له انت معتقل سياسي ولا جنيه قال له انه سياسي قال له خلاص مالكش يمتحان طبعا ماما عملت كل الفسائن اللي هي تيمتحن والكضاء تيمتحن في الملاحب وهو درقة شهو في ثانية سنوي هذا الوقت شهاز اعرف ايه اللي اخوية عمله اللي هو يعتقل واللي هو يتحرم من حريته وكل ده هو مظلوم وكل ده كمان هم مش هايزينه يتعلم يعني انا درقة شهو الطالب سنوي عامة يبقى فرحون بقى السنوي عامة يروح تحكس كل دروسه من اول السنة يبقى خلاص داخل السنوي عامة اللي هو بيكرس وقته كل الاوات اللي هو يذاكر انا اخوية في العقابية مسموح له بس نص ساعة اللي هو يذاكر فيها وكمان اللي هو يستأزم من واحد اسمه المسؤول بتاع العنبر بتاعه ده بيبقى واحد جنائي وهو قاتر مش متعلم وهو واحد يعني مخلل الاداب ويخلوهم اللي هم يعملوا يعني يرقصوا او يغنوا لكن لا يوجد ان يصلي او يذاكر غلما يستأزنه انا عايز اعرف ايه زنب اللي هو عمل كل ده عشان يستأزم من واحد اسمه واحد اخوية متعلم ومتربي ومتدينه اللي هو عايز يذاكر وخاف عن مستقبله وعايز يذاكر جاء رسالة الاخوية وقال له اثبت احنا مكملين وكل المدارس والجامعة بتنتفت لغاية ما نجيب حقك وحق كل المعتقلين الطلوب وبقول للانقلبين احنا مكملين ومش هنرجع لما نجيب حق كل المعتقلين والشاهداء ومش هنرجع لما نجيب حق كل المعتقلين والشاهداء اشتركوا في القناة